أخي محمد ما هو التلمود وعن رأيي به بالحقيقة أنا لست متخصصا في الديانة اليهودية فالأولى بالإجابة على هذا السؤال من كان ظلهم تحت الاستعمارين ومن كان زعيمهم وما ينتسمون باسمه قام برحلة هناك ويتبنى أفكار هيكلهم وما إلى ذلك فممكن أن نخصص مناظرة تعلم منها منك ست صابرين إذا كنت تحت هذه المظلة وتحت المظلة الزعيم القرآني أحمد صبحي منصونة تعلم منك عن التلمود وأحكام اليهود وعن أحكام هيكلهم وعن أحقية هيكلهم تحت المسجد الأقصى الذي اغتصب هيكلهم وما إلى ذلك ممكن أن تعلمينا ذلك في لقاء قادم إن شاء الله أما قولها وما جعلنا القبدة التي كنت عليها هنا أنا مستغربي حقيقة عندما كنا نواقش نكار العقل أن وعلى وحيد آخر من الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل القبلة أين موجود في قرآن الله جعل القبلة لا يوجد في الموضوع فالله هو الذي أوحى إلى رسوله تلك القبلة والله يقول وما جعلنا الله الذي جعله فهي جاءت بدليل على نفسها يعني نعلم أننا نفرق بين المسدس واللعبة والأخير لكن حتى عندما نمسك المسدس نريد أن نطلق به نطلق به على أنفسنا كثير هذا في الأمر فهذه الآية التي جاءت بها تثبت أن هناك وحي آخر على صوته السلام وقلنا بأن لا يقبل عقلا أن لا يكون هناك وحي آخر وشرحنا في ذلك ولا نريد أن نعيد الآن ثالثة الأثاف التي طبطت في هذا الشرح هو أن عسيان الرسول أو إطاعته هو أمر متعلق بزمنه والله يا سيد صدرين أنت جئت بما لم يأتي به الأوائل وهذه تريح أصلا من البحث اشطب الدين الإسلامي كاملا أي أمر حتى في القرآن عندما كان يقول للرسول قل أو مثلا حتى قل هو الله أحد مثلا حتى الأخبار الإيمانيات ما هي الرسول كان يقول له قل في الأمر مدام نخصص يلا نخصص مثل ما بدنا مدام خصصنا المؤمنين سأقرأ بعض الآيات وليقيسها المستمعين على هذا الفهم وآيات الأحكام في القرآن وحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك هي أكثر من أن تعد أتحصى وهكذا نكون نحن شطبنا كل طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمور وريحنا نفسية خاصة به إثبتت لم تثبت كذا عفوا خاصة بقومه الرسول إجى فقط للعراب الذين عاشوا حوله وهكذا ويجب أن تقبل العقول أن هذه الرسالة الخاتمة محتواها فقط هكذا ونريد أن نخصص ويجب أن يقبل الناس أن هذه الطاعة خاصة بزمانه يعني أتوقع أنه يجب الأفضل أن لا أعقب هذه عندما مثلا أتحدث مع ملحد وأقول له أصلا اسمك هي أقبح كلمة في القاموس لا يوجد أقبح من كلمة ملحد حقيقة يعني وأنا جد فيما أقول ولا يوجد شيء يعبر عن أقبح من هذا الفكر أو اللافكر هو أن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ريحوا راسكم شرع ما شرع عمل ما عمل أصلا هو كلامه خاص بقومه وبس وكل الآيات التي تطرع عن طاعة الرسول هذه وأن طاعته مرتبطة بالفلاح ديربالكم هذا كالفلاح فقط خاص بهؤلاء كل قوم يعني لم تكن متعلق سأقرأ الآيات سأقرأ الآيات وهي مداخلة الوحيدة النقلية في الموضوع وبعض الآيات طبعا مثل مثلا أنا كنت كاتب كم آية يعني وهي ليست يعني كثير هي آيات التي تحدث عن طاعة الرسول أو اتباعه أو اتخاذ قدوة قوله تعالى في سورة العراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن به وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون هنا الله أمر باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ويخاطب الناس كل الناس في الموضوع حقيقة أجد نفسي سخيفا للأسف أن أبين للناس أن اتباع الرسول هو أمر لنا جميعا هنا أتحدث عن الأفهام التي شذت في أدرك الآفاق تدركا عندما نتحدث عن من يريدون أن يقتحوا من رأسهم في تفسير اللغة ومدلولات اللغة لذلك أنا كنت مصر على هذا الأمر في هذا الموضوع ولكن طبعا لأنه واضح أنه هذا تناقض عقلي عظيم لم ترد محاورتنا أن تدخل في هذا الأمر وهذا فكرة هذا هو أصلا انتهاء لأي حوار يعني هي تقول أنا سأشرع لكم مذهبا باطنيا جديدا افهموه كما أريد أن أفهم أنا وسأفسر الآيات كما أريد أن أفسر المهم نكمل في الآيات يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون لمن يريد الرحمة فليتبع الرسول وللرحمة خاصة أيضا بقومه يمكن الرحمة خاصة بقومه بس والرحمة رحمة الله محصورة وليست مطلقة فقط في قومه قوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين هذولا كل ما يتنازعوا وإحنا مسموح لتنازع في الموضوع يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ثلاث طاعات أو طاعتان وأولي الأمر وأولي الأمر معطوفة على الطاعتين هذا لمن عنده بعض الفهم الكلام موجه هنا قطعا للمتابعين فإن تنازعتم في شيء فقفوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ما قلش بالله ورسوله هنا حتى نلحق كل شيء إلحاقا كما نريد بعقولنا بقدح عقول ذلك خير وأحسن تأويل قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم صحيح الله هو قاعد بيننا عشان يحكم بيننا صحيح وإلا كان قاعد ربنا بين الصحابة فقط في هذه الآيات كلها بانطبق على الصحابة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا اللهم إنا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون نرجو من الله الفلاح ليس الفلاح محصور في أولئك ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله لمن كان عنده تقوة حقيقية في قلبه لله ويتقه فأولئك هم الفائزون قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم شوفوا الآيات تتبع عن اللاحقين ها انتظر الذين عندما يطيع الله ورسول سيستخلفون عن اللاحقين هذا طبعا للي بفهم اه او أدنى فهم وليمكنن لهم دينهم الذي اغتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقوله تعالى وآقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآطيعوا الرسول لعلكم ترحمون أيضا هذا اكمالي لتلك الآيات أنه أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآطيعوا الرسول لعلكم ترحمون والحديث عن المستخلفين في المستقبل لا 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 طعا للرسول شوف فهمكم أنتو فلنذهب لأهل الدعاوي البكيني أو ألوانه لنفهم معاني القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فوز العظيم أيضا بس زمن الصحابي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجبوا الرسول إذا دعاكم يا أيها الذين آمنوا وقال لأ هم بس الصحابي المؤمنين صح صح نسيتنا إذا دعاكم لما يحيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وإنه إليه تحشرون الله يحول بين المرء وقلبه هذول بس الصحابي أما ما نشوفش الله موجود في قلبنا قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليه حافظا هذا كل هذا كلام هكذا من يطع الرسول فقد أطاع الله كله يعني يا إما زيما بعضهم بقول من أطاع الله فقد أطاع الله أو منهم من يقول أنه يعني أطعت بس في هذا وهذه الآيات فقط هي فقط للصحابة فقط يعني مش هذا الميثاق صحيح ولا هاي الآيات خارج الميثاق مثل اللي بفصل بيقول في شيء اسم الفرقان في شيء اسم القرآن وفي شيء اسم الكتاب وفي ميثاق وهي مش ميثاق هاي ميثاق لإلنا هاي الآية من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حقيظة هاي مش ميثاق يقول تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين نعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما هؤلاء أيضا بس الصحاب اللي معهم جاركونوا مع النبيين والصديقين لهم البطيع الرسول وإحنا ما من لاش دخل في المرض ويقول تعالى أيضا ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأهار وخالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولهم عذاب مهين والله تكفي هذه الآية أن يرعوا الإنسان عن كل قدح من الدهن وشدد في الآفاق على دين الله نعم طيب انتهى لذلك هناك كثير من الآيات وكذا ولكن وكذا إن شاء الله للمداخل إن شاء الله إن شاء الله سابرين إذا تفضلت معك عشر دقائق في مداخلتك الختمية طيب يا جماعة والله دايما نسمع نفس الآيات نفس الكلام نفسي غير أخي معلش معلش أخت سابرين بس تواني أخي ساكا هل تقصد إنه لسابرين مداخلي ومن ثم للأستاذ محمد مداخلي أخرى نعم صحيح نعم يا إبراهيم تمام إذن أنا أتمنى والله أنه يغير نفس الكلام ونفس الموضوع وأنا لإني أجبت عن كل هاي الآيات الطاعة ويقوق فلا وربك لأي منه حتى لا يؤمن حتى يحكموك فيما الشجرة بينهم والنزاع وكلها أنا هاي جلطت عليها فمن يريد أن يسمع الإجابة مرة أخرى جعل المناظرات السادقة أنا رح أكمل في الموضوع الجديد أول شيء لا أتمنى أحد يا أخوة لا أتمنى أحد وما أعرف من الشيط الذي يتحدث عنه القرآنيين ما إليه زعي الذي يقول قول حسن يوافق قول الله ولا يعصي فيه الله أخذ بأحسنه تمام أما هؤلاء الناس ممكن أسمع أي حدا من الشيوخ من العلماء من الناس العاديين حتى ويقول قولا يناسب يعني يوافق العقل وكلام الله سبحانه وتعالى وما أمر به من إحسان ومن أخلاق ومن غيره لماذا لا نصدقه ونعمل به أيضا لماذا الله قال خذوا بأحسن القول خذوا بأحسن ما أنزل إليكم ربكم هذا أمر الله أصلا لنا فبالتالي أنا لا أتباء أحد وليس ليس لا سادة ولا كبراء حتى يدلوني السبيل أما أخوة محمد لو كان هذا فهمك أنت لآيات القرآن أنت تقول هاي الآيات للمشعر للمؤمنين اللي كانوا عند سيدنا محمد أنا أقول الأوامر التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام قومه في زمانه عليهم أن يطيعوه ولكنت في زمانه لأطعته في كل ما قال وأمر أما أن يأتي فلان عن علام خلال لمية سنة ويقول لك أنا الرسول اسمعته الكذا ويصبح هذا دين لأن عالما ما قال أن هذا دين لا والله لا أخذ به وليس ديني لأن دين الله وشرعه وحلاله وحرامه هو في هذا الكتاب الميثاق الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه الذي هو بيننا وبين الله سبحانه وتعالى حجة لأن من سيدخل النار سيقال له ألم تكن آياتي تتلى عليكم فهل كتبكم وأحاديتكم كان يتلوها الرسول على الناس أما مسألة أنه اتباع القرآن فرحنا مأمورون به بكل القرآن اتبعوا ما أنزل الله إليكم اتبعوا ما أنزل ربكم إليكم لا تتبعوا سبلا غير سبيل الله وكل هذه الأوامر من الله سبحانه وتعالى أيضا واضحة المعاني والدلالة بل إن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور باتباع ما أنزل إليه من ربه وحذره من أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه تمام الآن الحكم حكم الله أمر الله حلال الله وحرامه وكل ما يتعلق بالعبادات والشرائع فيه كتاب الله لم يأمر النبي في زمانه وحياته أبدا بأي أمر أو حكم خارج كتاب الله ولو كان ولو كان بيننا لقال لنا هذا الكلام ولكن الغلو في الدين هذا مذكور في القرآن الكريم الغريبة يا جماعة الغريبة أنه إحنا عندنا ميثاق كتاب الله مكتوب فيها البنود ماذا يعينا أن نفعل حتى نكون من الصادقين من الصالحين من المؤمنين من الموحدين وكل هذا مكتوب ماذا يعينا أن نفعل ماذا يعينا أن نتبع ماذا علينا أن نقول ماذا علينا أن نحكم وهكذا مكتوب في كتاب الله الذي هو ميثاق بينه وبينه إن أتبعنا كنا من المهتدين إلا ما اتبعه كنا من الضالين الغريبة إنه هذا الكتاب الذي أنزله الله من السماء وبه يعني برهانه بذاته حتى أن هذا الكتاب الله هو برهان لرسولنا الكريم على أنه رسول وليس الرسول كسند حسب تثميتهم ليس الرسول كسند هو برهان الكتاب أو القرآن أبدا القرآن هو دليل الرسول أنه مرسل من عند الله وليس العكس ليس السند هو الأساس أو هو الدليل بل القرآن بذاته هو الدليل أنه من عند الله وهذا القرآن الدليل بذاته قالوا هم أنهم عندما جمعوه على زمن الصحابة الأوائل المهاجرين والأنصار بعد أن كان مكتوب عن الرقاع ومحفوظ في الصدور وجاءوا بزيد بن ثابت الذي شهد العرض الأخيرة كما قالوا فوق ذلك لم يقبلوا بكتابة آية واحدة من كتاب الله الذي شهد عليه وقال لنا بأنه سيحفظه أنزله وسيحفظه وشهد عليه وهو بثاق بينه وبينه لم يكتب أي آية إلا إذا كان عليها شاهدين من مين من المهاجرين والأنصار إنهم سمعوها مباشرة من الرسول عليه الصلاة والسلام نطق بها وسمعوها وشهدوا أنها آية من كتاب الله الذي لا يحتاج أصلا إلى برهان أو دليل بل هو برهان بذاته هل هذا يتوفر في كتبهم أم أن كتبهم أعلى وأجل من أن يجهد عليها شاهدين سمعوا هذا الكلام أو القول من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه من فم أحد ينطقوا عن الهوى ربما من يدري إذن الأمر أنهم جمعوا القرآن بآياته التي الله قال سيجمعها وسيحفظها وسيبينها بشاهدين من خيرة الناس اللي هما مهجزين وأنفاء بينما كتبهم وما فيها من أقوال لم يشهد عليها حتى شاهد واحد أنه سمعها من فم رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يعلونها فوق كتاب الله وبين ميثاقنا مع الله وقالوا أنها تضرب أو أنها القاضية قاضية على القرآن هذا ما يقوله ولا يخشون ويستحون من الله عز وجل فهل شهد على كتبهم كما شهد على القرآن الصحاب الأوائم المهازين والأنصر هل شهد الله وكفى بالله شهيدا على كتبهم كما شهد على القرآن لا أعلم كيف يماثلون بين هذا وذاك بين الثرى والسرية لكن نحن عنا برهامي الله فقال الله يا يهد ناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا الذي هو كتابه الهدى الشفاء للناس الرحمة الهادي ما يتبعه لن يضل السبيل إذن حتى أنهي أنا كمان مداخلتي فأقول أن الله سبحانه وتعالى بعث نبينا عليه الصلاة والسلام في الأميين رسولا ليدعوهم إلى الهدى إلى كتاب الله وليبين لهم كتاب الله بتلاوته عليهم بلسانهم ويعلمهم عباداتهم وما أراده الله منهم من صلاة وصيام وحج ويرشدهم ويزكيهم ويصلي عليهم فقال له صلي عليهم إن ستكنا أن يدعو لهم ويستغفر لهم الله بعد أن يستغفرهم الله ويتقوا الله فليس للنبي أن يستغفر للكافرين وعندما يتبين له أنه من أهل النار لا يستطيع أن يستغفر له كما قاله القرآن وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إذن هذا هو ما أتى الرسول ليفعله فوق أنه جاء برسالة من الله وكان حتى عهد الله مع الناس في زمانهم عندما قال الذين يعاهدونك لا يعاهدونك إنما يعاهدون الله إذا هم لا يطيعون الرسول ولكنهم يطيعون الله يعاهدون الله يبايعون الله عندما يبايعون الرسول واضح الآيات ما برفتش الناس تعمى عنها لا أفهم وهو لا يستطيع حسب القرآن أيضا النبي الرسول لا يستطيع أن يكره الناس على أن يكون مؤمنين عليه أن يكون لينا غير غليظ القلب ولا يطيع الكافرين والمنافقين ولا يتبع أهواءهم بل يتبع أمر الله وما أنزله إليه إذن هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى في المقابل أمر الله الناس في المقابل أن يؤمنوا بالرسول وأن يسمعوا ويطيعوا له وأن ينصروه وأن يحترموه وأن يصدقوا قوله ويقبلوا بحكمه إذا حكم بينهم فهو يحكم بما أنزل الله كما أمره الله في القرآن الكريم ككل الرسل يحكمون بكتاب الله وأمرهم أن يصلوا ويسلموا عليه تسليما وهو أولى بهم من أنفسهم إذن الله حدد صلاحيات الرسول وحدد ما يفعل وحدد لهم ما لا يفعل كأن يكره الناس أو يكون عليهم مسيطر أو غيرهم من الآيات وبينات وحدد للناس ماذا يفعلوه أيضا تجاه رسولهم من طاعة ومن سمع ومن احترام وأن لا يعلو أصواتهم فوق صوته وأن يوقروه ولا ينادوه كما ينادو بعضهم بعضا وهكذا وهو بالنهاية شاهدا مبشرا ونذيرا ويبلغ رسالات الله وما عليه إلا البلاغ المبين بين الله سبحانه وتعالى كل ذلك في القرآن وأختم وأقول أننا نقول الله سبحانه وتعالى وأقول أنا عن نفسي سمعنا وأطعنا لن نفرق بين أحد من دسل الله سبحانه وتعالى عليهم صلاة وسلامي أجمعين أما الأجر فالله قد وضع أجرهم والله آجرهم على ما أتوا به إلى أقوامهم قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد فلا فضل لأحد على الناس إلا الله صاحب الفضل على كل الناس على العالمين هو صاحب الفضل على العالمين وقد اشتبى الرسل وهداهم وأرسلهم محملا إليهم الأمانة معرضا إياهم لخطر الكفار والكارهين ولكنه حماهم ونصرهم على أعدائهم حتى يوصل للناس النور الذي أنزله معهم وأصلي وأسلم على رسل الله أجمعين آخر شيء لا تغلو نصيحتي لا تغلو في دينكم الله قال الغلو في الدين كما قال يا أهل كتاب لا تغلو في دينكم ولا تقول على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح من قل يا أهل كتاب لا تغلو في دينكم غير الحق واتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء استبيل فلا تكونوا كهؤلاء واتقعدوا واعظوا ولا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل تبعوا كتاب الله سبيل الله الذي لا سبيل غيره حتى لا تتفرق بكم استبل عن سبيله ويكون مصيرنا النار وبئس المصير اشهد الله أنني آمنت به وبملائكته وكتبه ورسله ولا أفرق بين أحد من رسله وأطيع عهد الله ولن يعني أنقض عهدي مع الله وميثاقه باتباع أوامر الله سبحانه وتعالى أشكركم جميعا على حسن الاستماع وعلى صبركم وبشكر المناظر سيد محمد بشكرك جدا على حضورك والأخ ساك أخ إبراهيم بشكركم كلكم على حضوركم وعلى صبركم وعلى حسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام ورحمة الله وبركاته وأنا بدوري أشكرك الأخت الفاضي للكريمة صابرين على صبرك وعلى حسن أخلاقك وعلى الحوار الجميل الهادئ أخ محمد قبل أن أمر لك المايك أود أن أقول للمستمعين أن أقفلت أنا شخصيا لأن المستمعين هم يرسلون لي وللأخ إبراهيم الأسئلة فبعد مداخلة الأخ محمد الأخيرة سأأخذ ست أسئلة موجهة للأخ محمد وست أسئلة موجهة للأخت صابرين وبعد ذلك أمرر التسيير للأخ إبراهيم كي يكمل الباقين أظن أنني سأأخذ ساعة فقط بعد مداخلة الأخ محمد ثم أمرر دور الأخ إبراهيم أخي محمد تفضل في مداخل أخي تامي شكرا لك أخي الكريم وشكرا للمتابعين والمنظمين والمناظرة الفاضلة تعقيبات سريعة ثم أحاول أن ألخص بعض الأمور يعني مثلا من مثل قول أننا نحن نأخذ ديننا إن قال فلان عن علان هذا الأسلوب أقل من أن يردوا عليه حقيقة كتبت على النساء أرد ثم وجدت نفسي يعني عيبا علي أن أرد على هكذا طرحي أما القول هناك أمرين مهمين قولها بأن القرآن جمع وكان يستشهد وكانت تقول يقولون يعني يعني لا أعلم كتوف الإنسان عندما يكون الإنسان غير واضحا ومشتت وبديهياته العقلية ذاهبة ولا يوجد أسس العقل لا حتى تستطيع أن تفهم ولا هو يعني يريد أن يفهم الناس ما الذي يعتقده أنت تستشهد برواية وهذه الرواية عن عقيدة والتي هي القرآن الميثاق الميثاق الغريض بيننا وبين الله القرآن على رأي الأخت صابرين في تفسيراتها فهذا الميثاق تستدل عليه برواية وتقول هم يقولون في نفس الوقت التي تستدل به يعني كانها تغبز وتقول أنها لا تقول بذلك فأحببت أن أعلم منها هو كيف جمع القرآن في الأمر الحقيقة لدينا مشكلة كما قلنا تحدثنا عن أو قبل ذلك قبل تحدثنا عن المنهجية في فهم القرآن لكن نحن عندنا منهجية في كل فهم القرآن القرآن الذي جزء من تعريفاته أنه منقول بالتواتر وما لا ينقل بالتواتر ليس قرآنا وهي رويات شاذة وخلاف ذلك هي لا تعلم ما هو التواتر هي تحدث عن كتاب الله الذي من تعريفه هو كلام الله المنزل على سيدنا محمد المتعبد بتلاوته المنقول بالتواتر وإلا هذا تعريف الأمة كلها هم حقيقة من الأمة ما أعتقد ذلك لو كانوا من الأمة لو وافقوها بشيء هم يخالفون الأمة في كل شيء يمكن عندها حتى تعريف آخر للقرآن كما لها معاني جديدة للقرآن في الموضوع في الأمر لكن ملافة ناظري هي قولها أنهم يقولون أنه شاهد شاهدين أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الآية هذا كلام غير صحيح هذا كلام غير صحيح هي مش حتى حتى ما نقوله على رأيها لا تفهمه القرآن ما جمعه زيد بن ثابت أمير كتابة الوحي ورئيس اللجنة التي اجتمعت على جمع القرآن جمعه جمع ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا زيد وأبو بكر وعمر وغيرهم مئات الصحابة يحفظون القرآن كاملا أصلا ولا حاجة يعني ليستشهدوا لأنهم شهود كلهم لكن كانوا يجمعوا الشاهدين أن ما جمع ما أورده الشخص كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما أورده كتب بين يدي الشهادة كانت أن هذا نحن نعلم أنه قرأ وأننا نحفظه لكن الشهادة أنها كتبت هكذا بين يدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم ففقط هذا للتصحيح لأمر خطير ومهم لأن هذا متعلق بأهم عقائدنا والذي هو جمع القرآن الذي هو بالمناسبة من تعريفاته كما قلنا التواتر إذن تحدثنا عن المنهجية العقلية في فهم النصوص والمنهجية العقلية في التعامل مع الرسالة تحدثنا كثيرة منهجية العقلية في التعامل مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا مانع عقلي من سماعي أنه يشرع وكذا وهي أقرت بذلك ثم بعد ذلك هكذا بقدح من رأسها وهي لا تتبع أحدا كما قالت في الموضوع يعني فقط يعني إحنا مطلوب أننا نتبع الست صابرين لا يهمها قرآنيون وما قالوا بس لاحظ يعني كل ما قلناه عن طبيع الدعاوة القرآنيين إلى إسقاط كل التشريعات الإسلامية بل لجعل القرآن داعوة لكل فاحشة في الأمر وإباحة خمر وزنا ولباس فاضح داعر وكل هذه الأمور هي لم تتقد قالت لا يهمني فقط أو هذا ليس رأيه يعني أو حتى لا تقول ليس رأيه قالت أنت ربما تناظر شخصا آخر أم يعني تتحدث عن منهجياتهم وأمورهم المهم في المنهجية لم ترد أن تتحدث وهربت هروبا شديدا لا يوجد شيء تتحدث عنه لأنه بديات العقل كما قلنا ساقطة في أكثر من موضوع جمعة منتناقضات وفي أكثر من مرة عدم معرفة ما هو التواتر وكذلك عدم التصريح بما كيف نفسر كيف نفهم اللغة أليست اللغة شيء متلقة هي أصرت أن هي كما وضحت لا يهم أحد يهمها فهمها هي وهي فقط واتبعوني أنا فقط وفهمي أنا فقط وأن فهمها هو المنجي وهو بالعاطفة الذي سيذهبها إلى الجنة وإلى آخره فهمها هي فقط هذا هو المهم هي لا تتبع أحدا في الأمور خلاص ما في مشكلة ممكن نقيم دين صابرين في المستقبل ونقول صلى الله وسلم على صابرين وعلى فهم ولية الله صابرين هذا بنسبة للمنهجية أصرت على لأنه لا كما قلنا لذلك كان العنوان واضحا العقل أساس لأنه أنا أعلم أن يعني معظم القرآنيين ينكرون العقل هم نكارا للعقل نكارا للبديهيات العقلية في المهم هو يريد أن يذهب لآية يا رجل إذا سمعت فيه محمد يحكي تتفقدون مظلة تقول للنكرانيين والقرآنيين لا يمنهم بالعقل يحكي فكرتك يا أخي يعني ليش أنت من أول أنت من أول مناظرة مش متمالك أعصارك لا لا أنت من أول المناظر اتمالك أعصابك اتمالك أعصابك اتمالك أعصابك اتمالك أعصابك اتمالك أعصابك وتسبح واشكر أنك مسموح لك أنك تكون مستمع في هذا المقام مالك أعصابك والله جد مسموح من مين من حضرتك أنت سمح لأكمل هذا المقام طبعا أخي براهيم أخي لن نضيع المناظرة في آخر مدر يعني بصراحة زودها وتخنها من أول المناظرة القرآنيين ولا يحترمون العقل يعني حضرتك اللي بتحترم العقل احكي فكرتك يا أخي بدون هجوم بدون تهجم أخي براهيم فقط أن المتنظر لا يقاطر لا يقاطر أتعذر منك أستاذ سبيطان على كل لمن لا يعلم مقام التناظر ومقام وصف الأفكار ووصف أمورها وإحساسه مرحف فليجلس في مكان يكون إحساسه فيه مرتاحا في هذا العمر هذا دين وليست دين لكي كل واحد يفسر الآيات كما يريد أو يتحدث عن العقل ويمكر بديهيات العقل ولا يريد أن نقول له أنه ينكر بديهيات العقل أو ينكر العقل ابتداء ثم تحدثنا أيضا عن الأهداف وقلنا عن طبيعة هذه الجماعة بجميع فئاتها أن مجمل هاء الأهداف أن مجمل المخرجات من هذا الفكر هو الدعوة للرذائل إسقاط التشريعات في الموضوع كل ما شرعه الرسول الصلاة في تفاصيل الزكاة وطرهي الصلاة الصلاة نسينا الصلاة لا يهمنا الصلاة هذه أصلا رسول قالها للصحابة مش مهم كل واحد يفهم الصلاة في القرآن أيضا كما يريد آه أوكي والزكاة يفهمها كما يريد وكل الأحكام الشرعية كما يريد والأحكام السياسية والسياسة الحربية وكيف تعامل الرسول في الغزوات هذا كله خاص في الصحابة وبعدين نفهم كما يريد أو كما تريد العلمانية أو كما يريد من نشأنا تحت استعمارهم الأول وجلسنا في استعمارهم الثالث فهذه هي الأهداف لهؤلاء هؤلاء من داخل الأمة يريدون أن يسلخوا الأمة غير أنهم نسلخوا عنها ويريدون أن يسلخونها يليتهم نسلخوا ولم يحاولوا أن يسلخونها ملتصقين بها بإصرار فهذا من حيث الأهداف والانتساب المنهجيات غابت ولم حتى طرحت منهجية أصلا لم يرد الحديث عن المنهجية وأنا لا أريكم إلا ما أرى وأنا فهمي هو الصحيح وأنا لا أتبع أحد طيب هذه اللغة التي تحدثت بها من أين أخذتها؟ لا جواب من أين أخذتها بأكثر مرة؟ لا جواب من أين هذه المعاني؟ لا جواب في الموضوع طيب إذا خالف قولك قول الجميع الجميع وليس الكثير أصبحت تعلق على الكثير وأن القليل هو الممدوح في الموضوع هذا هو المنهج أريد أن أتكلم بكلام لم يقل به أحد ممن الأصل أننا فهمنا اللغة والدين منهم ولكن خالفناهم في الموضوع كمن يستمع إلى رواية تاريخية من أحد في الموضوع ثم يقول لم تعجبني فيؤلف رواية تاريخية من عنده لأنه نعم في دقيقة إبراهيم نعم في دقيقة عندي أمرين فقط في الموضوع لأنه مش عارفنا شوي شتت لما قطعت أريد أن تحدث عن موضعين الموضوع الأول هو يعني تجد من هذا النوع من الناس حتى أمور حتى خارج التشريعات في الأمر يحاولون أن يضربوا الرسالة نفسها منهم أن يتحدث أن القرآن أصلاً ينزل منجماً ومنهم أن يتحدث كما قلنا بقصص خيالية في هذا الموضوع وتجد منهم مثلاً ينكر أن النبي ليس أمياً معظمهم يقول لك مثلاً الرسول مع أن نستذل على النبوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كونه أمي مفتقد لمصادر المعرفة من أين جاء بكل تلك المخرجات التشريعية والمخرجات الفكرية والمخرجات قصص السابقين والمخرجات التي فيها إشارات مثلاً علمية وما غير ذلك والله صلى الله عليه وسلم يقول وكذلك أنزلنا لك الكتابة فالذين أتيناهم الكتابة يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تكلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ورغم كل ذلك سرون هكذا من قدح رؤوسهم أن الرسول لم يكن أمياً لمصلحة من هؤلاء يعملون لمصلحة من شبهة مستشرقين حاول أن يثبتوا أن الرسول ليس أمي لأن الأمية تقتضي الرسالة واعتبرها دليل قوي وحاولوا يلغون وهم فقط يتبعون الاستشراق سواء بقديمه أو حديثه بقوله تعالى وأعتذر على الإطالة لأن خير ما يختم به هو كلام الله قال تعالى في سورة الأحزاب في الآية 21 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم السلام عليكم اشتركوا في القناة